طيب عبد الحكيم دريوش يقول تحية لكم يترقب جل الأفراد المجتمع فضيحة نابعة من الانترنت مقاطع مصورة خادشة للحياة تصول وتجول بين الناس تحقق نسب مشاهدات محترمة لأن الكل يريد شفاء هوس التلصص والبحث عن الفضائح يمكن أن نتمثل أو تتمثل أسباب الفضول الحقد كذلك التلدد بفضح الآخر أو ربما خلق الفرجة في المجتمع ليس لدينا ربما بدائل في المجتمع بشكل خلق الفرجة من النوع طبعا أنا أعجبت بكلمة الفرجة نبحث عن الفرجة في هذا المجال طبعا لكن الفرجة بصغة أخرى على الفرجة لأن الفرجة تدخل الفرح تدخل البهجة هذه الفرجة فيها قرف فيها شماتة وفيها شعور بالانتصار على وهم معين كأنك انتصرت على شيء ينخرك من الداخل ربما تشوف أضيحة الآخر والآخر تقول أنا ما فيشت شيء طبعا وكأنك تزكي نفسك بطريقة أو بأخرى لذلك فأعتقد بأن الأخ عبد الحكيم كان دقيق حينما تحدث عن الفرجة وتحدث عن هوس التلصص في هوس التلصص والمسألة هو كأننا أمام مركب كيماوي في مخدير معين وكان بحثو فيه دائما على شفاء معين نبحث دائما على إطفاء واحد ضمع النداخلي هوس معين التلصص ولكن المتلصص دائما ما يكشف نفسه لنفسه حينما يتلصصوا على الآخرين نعم ويقول شكرا على اختيار الموضوع الراهن والمهيمين على الكل أتبعا وموضوع راهن وأعتقد بأن في القنوات لأن كل شيء يتحدث عن ذلك نريد فقط أن نقول نحن لسنا مناسباتيين نعم نحن نريد أن نتحدث سبقا وأن تحدثنا في هذا الموضوع الفضيح والتلصص مرارا ولا نريد أن نعطي حلولا فيها إطارة معينة ترتبط بالحادث بقدر ما ترتبط بديمومة التفكير في ذلك سنعود إلى هذا الموضوع بطريقة أخرى لأن في الواقع في العمق خاصة في الصيغة الأتيرية نحن فقط نبحث عن مناعة فكرية نحن فقط نتحدث في موضوع واحد وأوحد باختلاف ربما مشارئ به وباختلاف الأحداث التي المتعددة ولكن هدفنا وهايتنا أن نعطي للمستمع مناعة فكرية ضد هذه الأعطاب ضد هذه الأعطاب ممتاز حتى معاودة الدات معاودة النفس ومراجعة الدات ومراجعة الدات والتأمل والتدبر في أشياء ربما تحيط بنا هذا ما نصب إليه كم جميل أن نراجع دواتنا طبعا وهذا صعب ربما لبعض صعيب 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 لأنك ما كيقول المثل المغربي قالك الجميل ما كيشوف حديبتوكي شوف حديبت الناس القرية طيب